اشتركوا في القناة وأفصح لغات الآفاق على الإطلاق وأذن فيه بتغير الحروف واختلاف الدلالات في القراءات على أوسع الصنوف وجعله مهيمنا على كل كتاب منزل ووعد قراءه وخدامه بالثواب الأجزل وحفظه من زيف كل مبطل وخطى لكل مخطل وأورثه من اصطفاه من عباده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة كل فضل ومير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم الحساب وبعد فقد وصلنا بفضل الله ومعونته إلى بسط الكلام عند قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ورضي عنه وآخيت بين النون والياء وفتحهم نعم وكسر وبين النصب والخفض منزل فتحدثنا قبل عن المؤاخات والمواخات التي ذكرها الإمام بين النون والياء وبين الفتح والكسر وبين النصب والخفض مفصلين القول في ذلك وممثلين له على ما تقتضيه الصنعة سائلين الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما ذكر وبعد أن بينا هذه المواخات ذكرنا الميزة التي فصل بها بين ألقاب حركات البناء وحركات الإعراب ثم ذكرنا أنه قد استمر له هذا الشرط إلا أنه قد سهى في بعض المواضع والكمال لله تبارك وتعالى ولعلنا نجد لذلك مخرجا بإذن الله وذلك في مثل قوله في سورة الزخرف وفي قيله كسر وكسر الضم بعد في نصير نحن ذكرنا من قبل بأنه التزم أنه إذا كان الحرف حرف إعراب فإنه يذكر له الحركة المناسبة لإعرابه أو بنائه إذا كان الحرف حرف إعراب فإنه يذكر الحركة المناسبة للإعراب وإذا كان الحرف حرف بناء فإنه يذكر الحركة المناسبة للبناء وذكرنا فضل ذلك وعلته لكنه هنا انتبهوا معي لما قال وفي قيله كسر وكسر يكسر ماذا هاتان الكسرتان الخلف يدور بين ماذا وماذا في قوله وقيله وقيله يا ربي وقيله يا ربي بين اللام والهاء فقال كسر فعلم أنه للأول الذي هو اللام ثم قال وكسر وكسر الضم بعده وهذا ظاهر اللام هو حرف إعراب أم حرف بناء حرف إعراب حرف إعراب فالحركة التي يجب على شرطه أن يذكرها هنا وأن يحكمها هنا وأن يوردها هنا هي أن يقول اخفض من دون أن يقول كسرا وفي قيله اخفض لأن الحركة تقتضي إعرابا الحرف حرف إعراب وهو اشترط أن لا يذكر في حرف الإعراب إلا حركة الإعراب وفي حرف البناء إلا حركة البناء وقلنا له آمين لكنه هنا اختل هذا الشرط لم يستمر له هذا هذا الشرط فقال وفي قيله كسر وكان حقه على ما اشترطه هو على نفسيا يقول وفي قيله اخفض فنعلم بذلك أنه أراد اللام أنه أراد اللام ولكن والله أعلم دفعه لهذا أمن اللبس لأنه قال واكسر الضم بعده فتبين لأنه قال فزاحم بالذكاء لتفضل فهذه لمن لأصحاب الذكاء ولي النباه من من القرأة إذا قال واكسر الضم بعده أي في الهاء وهنا حركة البناء فأي حركة مناسبة أليس كذلك حركة مناسبة إذا الحركة التي هي غير مناسبة هي التي ذكرها في في ماذا في اللام فكان حقه أن يقول وفي قيله خفض واكسر الضم بعده أي في الهاء أي بعد هذا الكسر اكسر اكسر المضمومة الذي هو الهاء لا نريد غير هذا ذكرنا من قبل في قوله رسالات فرد وافتحوا وهنا يقتضي أيضا ماذا يقتضي النصب يقتضي أن يقول بالنصب ها جميل ولعلنا نقول والله أعلم إنما يكون النصب بماذا فإذا كنتم تعربون تقولون ماذا منصوب علامة نصبه الفتحة فلعله أراد هذا أراد أن يبين الحركة التي يكون بها نعم التي يكون بها النصب فعبر بهذا ولا افتئات إذن ولا تنكيت ولا اعتراض على أهل الإمام بعد إن شاء الله تعالى ثم قال بعد هذا ماذا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل في قوله وحيث حيث هذا فيها معنى فيها معنى الشرط أليس كذلك فيها معنى الشرط بدليل ماذا بدليل دخول الفاء في جوابها في قوله فغيرهم وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم وذلك كقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي ومن حيث خرجت فولي وهذه من الأشياء المعروفة جدا وذلك كقوله من قبل لكنه حذف الفاء وحيث جارت تحريك غير مقيد هو فأسقط الفاء فأسقط الفاء ولا بأس قال وحيث أقول الضم كيف تعريبون الضم هنا مبتدأ فهو محكي مقصود اللفظ لذلك قال وحيث أقول الضم ولم يقل وحيث أقول الضم وحيث أقول الضم فهو مبتدأ نعم محكي مقصود اللفظ أين خبره محذوف محذوف وكذلك المعطوف عليه الذي هو الرفع وحيث أقول الضم والرفع والرفع أيضا مبتدأ وخبره محذوف ومحكي أيضا مقصود مقصود اللفظ أليس كذلك جميل إذن ما المعنى ما المراد وحيث أقول الضم لأصحابه هذا تقدير الخبر حيث أقول الضم لأصحابه ساكتا وأقول الرفع لأصحابه ساكتا هذا التأويل فما قولكم في قوله أقبل في آخر البيت هو خبر ليس كذلك ولكنه خبر لماذا خبر لقوله فغيرهم فغيرهم ولكن ستقولون بأن هذا الخبر إنما هو بلفظ الإفراد هو مفرد وغيرهم جمع أليس كذلك وإن كانت جمعا فإنها مفرد مفرد في اللفظ وإن أضيفت إلى إلى ضمير جمعي أو جماعة القراء فعقلوا هذه الأشياء إذن لما قال وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل يريد أن يريد أن يقول ماذا إذا ذكر الضم لأصحابه وسكت عن ماذا عن القراءة الأخرى إذا قال الضم وسكت عن قراءة الباقيين إذا سكت هذا شرط أن يقول الضم ويسكت ألا يذكر غير هذه القراءة فالقراءة الأخرى تكون على ماذا تكون على الفتح جميل إذا قال الضم لأصحابه وسكت فإن المسكوت عنهم لهم ماذا لهم الفتح مثال ذلك وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا مثلا الضم في ماذا في الياء ذكر الضم في الياء لمن للمرموز إليه بالكاف في قوله كل لا وهو ابن عامر جميل إذا المسكوت عنهم لهم ماذا لهم الفتح إذن يقرؤون ماذا يارون بفتح ماذا بفتح الياء هذا واضح واضح هنا ليس كذلك إذن إذا ذكر الضم لأصحابه وسكت فإن القراءة الأخرى بماذا بالفتح وفي قوله أيضا وضمهم في يزلقونك خالد إلى آخر وهذا سيأتينا من الإشكالة التي ستأتي في إطلاق حركة حركة البناء ستأتينا فيها بعض إشكال إذن إذا قال الضم وسكت فإن قراءة الباقين بالفتح كما مثلنا وإذا قال الرفع وسكت أيضا فإن قراءة الباقين بماذا بالنصب وحيث أقول الضم ساكتا فغيرهم بالفتح وحيث أقول الرفع ساكتا فغيرهم بالنصب هذا واضح لا إشكال فيه ما مثال ذلك مثلا وحتى يقول الرفع في اللام أولا وحتى يقول الرفع في اللام أولا ذكر ذكر ماذا ذكر الرفع ذكر الرفع وذكر أصحابه من هم المرموز إليهم بالآلف أو بالهمز في قوله في قوله أولا وهو الإمام نافع يقول ماذا يقرأ ماذا حتى يقول بماذا بالرفع بالرفع وهنا أيضا قابل بين حركات الإعراب وحركات البناء فأنتم تلحظون هذه الأشياء إذن الذين سكتنا عنهم وهم من الباقون الستة الباقون وهم المرموز إليهم بالخاء أليس كذلك الستة الباقون دون نافع يقرأون ماذا حتى يقول حتى يقول أي بنصب اللام بنصب اللام ومن أين أخذنا هذا النصب لأنه ذكر الرفع وسكت ذكر الرفع وسكت فالمسكوت عنهم لهم ماذا لهم النصب جميل أتقلنا هذه الأشياء لكن إذا كان المسكوت عنهم قراءة المسكوت عنهم ليست فتحا ولا نصبا فماذا يفعل لا بد أن يقيل لا بد له أن لا يسكت لا بد له أن يرفع السكوت لا بد له أن يدلل على المراد لا بد أن يوضح لا بد أن يذكر بالتقييد لا بد أن يقيد واضح هذا الكلام إذا كانت قراءة الباقين ليست فتحا ولا نصبا فإنه لا بد أن يقيد أليس كذلك؟ مثال ذلك مثلاً وَجُزْءًا وَجُزْءٌ ضَمَّ لِسْكَانَ صِفْ ضَمَّ لِسْكَانَ صِفْ فالرمز أين؟ في قوله صف في الصاد في قوله صف لمن؟ لشعبة يقرأ ماذا؟ يقرأ جزءاً في جزءاً وجزءاً حيث حل في جزءاً وجزءاً كما في صورة البقرة ما الآية؟ نعم قل على كل جبال منهن استحضروا هذه الأشياء جزءاً لم نقل لك استظهر البقرة؟ لا بأس يتنا بالشاهد؟ نعم أحسنت طيب وجزء جزء مقسم إذن قال ماذا؟ الإمام شعبة يقرأ ماذا؟ يقرأ جزءاً وجزء هل يس كذلك؟ ضم ماذا؟ إذن الضم حيث أقول الضم ساكتاً لم يسكت لم يسكت هنا ذكر ماذا؟ قيده بالسكون أي القراءة التي في مقابل قراءة الضم هي السكون إذن شعبة يقرأ بالضم فالباقون يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالإسكان يقرؤون بالإسكان إذن هذه الأمور لم تنعكس مفهوم جميل إذن قلنا ماذا؟ قال وجزءاً وجزء ضم الإسكان صف فقيد قراءة الباقين أو قراءة المخالف بالإسكان جميل إذن لم يسكت وفي قوله مثلاً خضر أو خضر برفعي الخفضي نعم عم حلاً علا عم حلاً علا ذلل على ماذا؟ قال برفعي خفضي برفعي الخفضي برفعي الخفض إذن لم يسكت إذا لم يسكت فإن المسألة لا تنعكس إذا كان المسكوت عنهم لا يقرؤون بالفتح ولا بالنصب فإنه لا يسكت بمعنى أنه يقيد يقيد الترجمة بما لها اتضح هذا جميل هذه الحركات حركات الإعراب وحركات البناء كما قلنا بأنه من قبل ميز ميز بينهما لأجل اللبس ولأجل الاختصار إلا أنه هنا قلنا في هذا البيت لم يواخي بين بين هذه الألقاب كما فعل في البيت الذي قبله بحيث أنهما يضطردان ولا ولا ينعكسان لا ينعكسان إذا قال الرفع إذا قال الرفع والضم فالغير بالفتح والنصب لكن إذا قال بالفتح ماذا يكون الغير ها قلت لكم لم يواخي لم يواخي بين الألقاب لم يواخي بين الألقاب ليس كما قال قبل قبل قال وآخيت بين النون والياء بحيث إذا ذكر النون فالآخرون يقرؤون بالياء وإذا ذكر الياء فالآخرون يقرؤون بالنون بالنون وهكذا لكن هنا لم يواخ بين الألقاب التي التي ذكر فيكون ماذا يترتب عليه ماذا يترتب ماذا إذا قال الرفع ساكتا جميل وإذا قال ضم فالمسكوت عنهم لهم ماذا نعم جميل لكن إذا ذكر الفتح هل يكون الضد كما ذكر في أول البيت لماذا لأنه من قبل قال وآخيت بين النون والياوى وفتحهم وفتحهم وكسر إذن آخ بين الفتح والكسر فإذا قال الضم وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح إذا قال بالفتح فلا ينعكس إلى الضم لماذا لأنه آخ بين الفتح والكسر لأنه آخ بين الفتح والكسر وأتينا بأمثلين لما نراجع فقط هذه الأشياء واضحة عندكم لأنه ذكرناها من قبل فلا نحتاج إلى إعادتها إذن وإذا قال بالنصبي هل يفهم من الضد الرفع إذن لا ينعكس لماذا لأنه قال وبين الخفضي والنصبي آخ بين الخفضي والنصبي إذن إذا قال الرفع ساكتا فإن المستفاد منه في الضد ماذا أحسنت وإذا قال النصب فإن المسكوت عنه لا يكون لا يكون ماذا لا يكون رفعا لا يكون رفعا لماذا لأن ضد النصب ماذا الخفض تعاهد هذه الأشياء لأنه آخ بين هذه الأشياء الأشياء التي آخها فيما بينها لا تحول بينكم وبينما ما قد يلبس لا بد أن تتبين هذه الأشياء فالشاطبية لأصحابها كما قال ولكنها تبغي من الناس كفأها وقال فزاحم بالذكاء لتفضل إلى آخره وقال بعد ذلك من قيد العلاء فأنتم من من قيد العلاء فلا بد أن تكونوا من 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 المستحضرين الحاضرين من المستحضرين الحاضرين جميل إذن إذا قال الفتح فالضد ماذا الكسر وإذا قال النصب فالضد الخفض ومثلنا له بماذا من قبل وانصب بينكم عما صندلا فالباقون لهم ماذا مسكت عنهم لهم ماذا لهم الخفض وفي قوله وحمزة والأرحام بالخفض جملة أليس كذلك فالباقون لهم ماذا حينما ذكر الخفض لهم ماذا ما المؤاخي انتبهوا لعل ليستعجلوا عليكم إذا كنت أستعجل يقول الاستعجال حيض الرجال عفوا نريد هذا للتنكيت فقط حتى أرفع عنكم هذه الغمة لأن ما شاء الله هذه الأشياء ثقيلة جدا سنلقي عليك قولا ثقيلة هذا من لوازمه أيضا يعني ما إليه أيضا لا بد أن يكون فيه شيء من الثقل لعظمته إذا قلنا ماذا بارك الله فيكم لم يواخي بينما ذكر في هذا البيت بخلاف ما ذكره في البيت قبله سننتقل إلى مسألة على عجل هو أنه هذه الألقاب قد يقيدها وقد لا يقيد قد يقيد الترجمة وقد لا يقيد كما قيد حركات الإعراب البناء أيضا أطلقها وكما أطلقها قيدها فراوحا بين ذلك فكيف يكون تقيدها يقيدها بذكر الحرف الذي هي فيه بذكر الحرف الذي أي الحرف الذي هي فيه أي الحركة جميل هذا تقيده لحركة الإعراب وحركة البناء بأنه يذكر الحرف زيادة في البيان زيادة في البيان مثال ذلك أن يقول مثلا وفتحك سين السلمي أصل رضا دنا أليس كذلك مع أنه قال وفتحك فلا يحتاج إلى سين لا يحتاج إلى إلى قول السين لكنه زيادة في البيان قيد هذه الحركة بماذا بذكر الحرف التي هي عليه وهو حرف السين واضح وفي قوله أيضا كما تفضلتم قبل قليل الرفع في اللام في اللام أولى لما قال الرفع لا نحتاج إلى قوله إلى ذكر اللام لكنه قيد بالحرف الذي فيه الحركة أليس كذلك هذه الأشياء تضحت على ما يبدو لكن هناك بعض الإطلاقات في حركات البناء ألبست على كثير من القراء في مثل قوله وضمهم في يزلقونك تابعوا خالدون ألا تحفظون كنا عند الإمام الزياد رحمة الله عليه وكان يستدعي منك شاهدا فإذا أبطأت قال لك قم أنت لا تستحق القراءة هذه الأشياء لا بد أن تحفظ لا يمكن أن تكونوا علماء في القراءة من دون حفظ المتون هذه الأشياء لا بد أن تستضيروها استظهارا وضمهم في يزلقونك خالد جميل قبل قليل ذكرتها لكم وقلت لكم ماذا فيها بعض الإشكالات فيها بعض إشكال لأنه أطلق حركة ماذا حركة البناء حركة البناء وهي الملبسة ولو قال وضمهم يا يزلقونك لم يختل وزن عليه عروضيا وأفاد المعنى الصواب فهمتم لو قال وضمهم يا يزلقونك أي اليا التي في في يزلقونك وهو قد وقد فعل وقد فعل وقد ذكرنا قبلا بأنه قيد الحركة بالحرف التي هي عليه في سين السلم وفيلامي يقول وفي وفي لاخره فكان عليه مثلا أن يقول وضمهم يا يزلقونك لرفع لرفع اللبس والبيت الذي ذكرناه هو الآن ماذا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فيه معنى لطيف من المعاني البلاغية فيه نوع من البديع وهو اللف وهو اللف وليس كذلك وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فالضم يدل على ماذا يدل على الفتح والرفع يدل على ماذا على النصر كقوله تعالى لتسكنوا فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله فالسكون بالليل والابتغاء في النهار وكقول الشاعر مثلا كأن قلوب الطيري رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشف البالي وكقول بشار كأن مثارا نقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه إلى آخر هذه الأشياء من المحفوظات لا نطيل بها نعم أردت أن أنبهكم على هذا إذن قال بعد هذا ماذا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا أعيد البيت سنمشى على هذه السنة وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر